أهلا وسهلا بكم طلابنا حبيبنا بنرحب بكم مرة ثانية في الوحدة الثانية ووحدة تطبيقات تفاضل بحصة جديدة إن شاء الله حصة قصيرة المرة هاي ما راح تكون طويلة زي الحصة اللي فاتت الحصة بتتكلم احنا أخذنا المرة اللي فاتت كيف ممكن نجيب القيم القصوى المحلية من خلال اختبار سمنا اختبار المشتقة الأولى الآن عنا راح نتعلم على طريقة جديدة كيف ممكن نجيب القيم القصوى المحلية باستخدام اختبار المشتقة الثانية بس بداية قبل ما أبدأ بهذا الاختبار راح نذكركم في كيف نتعامل مع المشتقة الأولى اوكي نذكركم كيف كنا نتعامل في مع القيم القصوى للمشتقة الأولى لو أخذنا هذا المثال مثال من عندنا كتبنا أفل إكس بساوي إكس تكعيد ناقص اتناعش إكس زائد واحد وقالنا في السؤال هذا جد القيم القصوى المحلية القيم القصوى المحلية نذكركم في الطريقة اللي كنا نحل فيها احنا كنا بالشكل التالي أول شي بنقول إنه أكت متصل وبنجيب المشتقة اللي بتساوي ثلاثة إكس تربيع ناقص اتناعش بعدين بنخلي المشتقة تساوي صفر ثلاثة في إكس تربيع ناقص اتناعش تساوي صفر يعني ثلاثة إكس تربيع تساوي اتناعش ومنه إكس تربيع تساوي أربعة أي أن إكس تساوي اثنين وإكس تساوي سالب اثنين بعدين يا أستاذ كنت ترسم لنا خط أعداد خاص في المشتقة الأولى هاي السالب اثنين وهي الموجب اثنين وندرس إشارة المشتقة لو خدنا عدد بين السالب اثنين واثنين زي الصفر رح يعطيني سالب عدد أكبر من اثنين لو عوضنا عدد رح يعطينا موجب أصغر من سالب اثنين لو عوضنا عدد رح يعطينا موجب كنا نرسم خطوط التزايد والتناقص في الجزء الموجب متزايد في الجزء السالب متناقص ومن ثم رح يكون متزايد ومن خلال خطوط التزايد والتناقص هنا كنا نعرف القيمة العظمى والقيمة الصغيرة فبيقول له F السالب اثنين قيمة عظمى محلية وبنطلع جوابها اللي جوابها عندنا بساوي 17 هاي عظمى محلية و F الثنين اللي بنعوضها في الاقتران اللي رح تساوي السالب 15 هاي القيمة صغرى محلية عظمى محلية وصغرى محلية الآن هذا الشيء اللي احنا تعلمناه كيف نجيب الآن شو قصة موضوع المشتقة الثانية المشتقة الثانية خلينا نشوف كيف الشغل تبع المشتقة الثانية الآن هنا خلينا نعتبر لنفس السؤال بدنا نحله بس بطريقة جديدة شوف الآن باستخدام اختبار المشتقة الثانية استخدام اختبار المشتقة الثانية استخدام اختبار المشتقة الثانية اول شيء اول خطوات الحل بنروح نجيب القيم الحريجة يعني بنجيب المشتقة الاولى الف برايم للإكس اللي راح تساوي ثلاثة اكس تربيع ناقص اتناش ونسويها بالصفر بقول له ثلاثة اكس تربيع تساوي اتناش اكس تربيع تساوي اربعة اكس تساوي اما اثنين او سالب اثنين هذول هما القيم الحريجة اثنين والسالب اثنين بس نجيب القيم الحريجة بنروح نجيب المشتقة الثانية نوجد المشتقة الثانية اث دابل برايم للإكس تساوي ستة اكس ستة اكس بس المشتقة الثانية هي ستة اكس الآن بعوض فيهم بعوض في المشتقة الثانية القيمة الحرجة هاي القيمة الحرجة X تساوي 2 حسنا بنقول له X تساوي 2 F لـ 2 ليتساوي 6 في 2 وتساوي 12 إذا طلع الجواب موجب هاي موجب بنقول له يوجد عند X تساوي 2 صغرى هي F في 2 وجوابها بيساوي بعوض بالاختران الأطلي سالب 15 X تساوي خلينا نوجد الآن F للسالب 2 6 في سالب 2 وتساوي السالب 12 شو إشارة الجواب طالعا كيف بالنسبة للمشتقى الثانية ما بهمني القيمة تبعة الجواب قد ما بهمني إشارته إذا طلع السالب في هذه الحالة بنقول له أن X تساوي سالب 2 في عنا عظمى هي F السالب 2 اللي جوابها بيساوي 17 هذه قصة اختبار مشتقى الثاني إذا لاحظ خلينا بس نتكلم عن الخطوات أول شي جبت المشتقى الأولى سويتها بالصفر وبطلع الحرجة القيمة الحرجة الأول قيمة الحرجة اللي عنا بنعوضهم في المشتقى الثانية اللي بيطلع جوابها موجب بتكون صغرى وبجيب صورتها اللي بيطلع جوابها السالب بتكون عظمى وبجيب صورتها هاي قصة اختبار المشتقى الثانية خلينا نطلع عليه لأنه أكيد في طلاب يسألوا أستاذ افرض لماطنع لا موجب ولا سالب يعني شو بدي يكون صفر مثلا لأنه صفر مش موجب ولا سالب أو ممكن تكون المشتقى الثانية غير موجودة عندها في هذه الحالة نشوف شو بتكلم عنها الملف تبع هاي فكرة طه لمعرفة القيم القصوى المحلية عن طريق المشتقى الثانية بنجيب القيم الحرجة يعني في الأول هنا بديك تنتبه هنا نجد القيم الحرجة بعد ما أجيب القيم الحرجة بعوضها في المشتقى الثانية نعوضها في المشتقى الثانية أوكي إذا كانت المشتقى الثانية موجبة راح تكون عندي قيمة صورة محلية هي أبت بإن وإذا كانت المشتقى الثانية سالبة بتكون عندنا قيمة عظمة هي أبل إيه وإذا كانت صفر أو غير موجودة إذا كانت صفر أو غير موجودة بنقوله في هذه الحالة اختبار المشتقى الثانية بفشل ولازم أرجع لاختبار المشتقى الأولى نعود إلى المشتقى الأولى خطوات الحل بنجيب الحرجة وبنعوض في المشتقى الثانية هاي كل القصة خلينا الآن ننفذها عمليا على الأمثل اللي عنا ونشوف أول سؤال هذا السؤال بقولنا جد القيم القصوى المحلية باستخدام اختبار المشتقى الثانية إن أمكن لأنه إذا ما كانش ممكن ما أنا فيها شوف أول فكرة بجيب المشتقى الأولى خلي نبدأ لأنه أنا مشتركين مجالا حلفي نبدأ من هنا بجيب المشتقى الأولى اللي بتطلع عنا 6 ناقص 2x وبسويها بالصفر عشان أجيب الحريقة سالب 2x تساوي سالب 6 على سالب 2 على سالب 2 ومنه x تساوي 3 الآن بجيب المشتقى الثانية f دبلة برامل الـ x تساوي سالب 2 بقوله عند x تساوي سالب 2 عند x تساوي 3 المشتقى الثانية للثلاثة بيطلع جوابها السالب 2 شو الإشارة تبعتها السالبة إذن بقوله المشتقى الثانية السالبة إذن معناته عند x تساوي 3 في عندنا قيمة عظمة محلية هي هي في قيمة في الثلاثة وبنعوض في الاختران الأصلي وبنجيبها 6 في 3 18 ناقص 9 تساوي هاي كل القصة يعني المشتقة الثانية يا سبحان الله بتساعدنا بإيجاد القيم القصوة إذا إشارتها سالبة بتكون عندي قيمة عظمة وإذا إشارتها موجبة بتكون عندنا قيمة صغرة خلينا نشوف هذا السؤال سؤال الثاني لأننا فترة طلب مننا القيم القصوة دي ربالكم اختبار المشتقة الثانية لا يجد إلا القيم القصوة المحلية خلينا نشوف إجراءات الحل هنا في هذا السؤال أول شيء بنجيب المشتقة الأولى F' للX تساوي ثلاثة X تربيع ناقص ثلاثة بتساويها بالصفر ثلاثة X تربيع تساوي ثلاثة يعني X تربيع تساوي واحد نوخذ الجدر X تساوي واحد وX تساوي سالب واحد وبجيب المشتقة الثانية F' للX تساوي 6X الآن بنقوله عند X تساوي واحد حيبدي أفحص X تساوي واحد بجيب المشتقة الثانية للعدد واحد اللي هي 6 في واحد وتساوي 6 الإشارة إيش ما له هنا موجبة معناته عند X تساوي واحد هيا خلينا نكتبها من اليمين أحسن عند X تساوي واحد يوجد قيمة صغرى محلية لماذا صغرى لك صغرى؟ ديروا بكم الموجبة تعطي صغرى السالبة تعطي على ما هي F' الواحد وبعوضها بالاختران الأصلي واحد ناقص ثلاثة زائد اتماعش وتساوي عشرة الآن خلينا نجد المشتقة الثانية للعدد سالب واحد اللي بتساوي 6 في سالب واحد وتساوي سالب 6 هذه سالبة إذن عند X تساوي سالب واحد يوجد قيمة عظمى محلية هي F السالب واحد وبنعوضها بالاختران الأصلي سالب واحد زائد ثلاثة اللي هي أربعة زائد اتناش وتساوي عندنا سالب واحد زائد ثلاثة اتنين زائد اتناش وتساوي 14 هذه قصة الاختبار اختبار كثير سهل ما تيشي بس هو فيه مشكلة فيه إنه ما بيشتغل جميع الاخترانات بيشتغل اللي بتحقق الشروط اللي ذكرها إنه لازم تطلع المشتقة الثانية يا سالبة يا موجبة إذا طلع الصفر أو غير موجودة قلنا بيفشل الاختبار طيب تمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر